طويلة ولكن سهلة عند معاد الله في معاد الله في حارس مرمى فريق الاتحاد هذا هو معاد تعود افتكاك الكرة طيب كرة لي صالح الاتحاد محاولة المرور ولكن يحصل على خطأ هذا هو احمد عياد حارس مرمى فريق الخمس كرة عند الورفلي سند الورفلي للمهدي يلعب كرة العمر بالحاج ينفذ ركنية راسية السلام ولكن قريبة جدا راسية عمر الخوجة سوما الى سيدي بي يلعب كرة تاخد ما تخجزها فرصة ولكن هناك لبسة يد بالفعل صافرة نصيب الهواري حكم وقادي هذا اللقاء والحوار مع ليلميري كابتن فريق الخمس الحمروني اكيد كان هو لعب سابق في فريق الاتحاد كان لعب مدافع فرصة الان عمر الخوجة والبحث على محمد فتحي تعود من جديد سند الورفلي معا لعب باسكال ونوكاشي فريق الخمس محاولة المرور في مرة اولا ولكن الكرة تبعد الركنية يتم التنفيذ كرة عرضية كرة لا ليسالح الفريق الخمس ولكن سهلة يلعب كرة ليعمر الخوجة الخوجة يلعب كرة تاخد ما تخجزها الابعاد الابعاد كان كرة من مباراة الاتحاد والخمس الاجواء هنا اجواء طبعا الامطار امطار فصل الشتاء اكيد فرصة لا ليسالح فريق الخمس ولكن اللي بعد من الورفلي كرة عند ربيع شادي محمد ابو ستة ولكن الكرة تطول تعود من المدافع معصب بالله السبو تابراهيم المنصر مع السند الورفلي ابراهيم يامور بشكل طيب ولكن الممتاز فريد انجومع نكيد صعوبة في هذه الاجواء صعوبة رضية الملعب بالحاج عمر يحتفظ بالكرة يستهدد مبتاز عمر مبتاز عمر بالحاج هذا هو سانينو المدرسة الايطالية تعتمد على إدارة النادي الاتحاد هذا الموسم اشبع اكسي يلان وارتداد وشوم لسالح فريق الخمس بالفعل الانتلاقة في اللقطة الأخيرة ونصيب الهواري يحتسب الخطأ لسالح فريق الخمس وعلى المدافع ناجدرا من نصيب الهواري محمد ابو ستة يلعب كرة عرضية رصية ولكن بعيدة يلعب كرة داخل متى اختجازها الابعاد في مرة أولى ويأكد ابعادها طرق الصيد لترجع للورفلي سند الورفلي ورصية رفع الكرة يلعب كرة عرضية تربى جوزيبي سانينو والتنفيذ عندها جدرا يلعب كرة طويلة في اتجاه المادي يتحصل على خطأ بالفعل الخمس خطأ الاتحاد عمر خوشة عمر يستعد للتنفيذ عمر يرفع كرة داخل متى اختجازها تعود منها جدرا ولكن البعاد محمد فتحي وبحث على علي مادي علي مادي علي مادي سدد مرة أولى والابعاد من أحمد عياد التمريرة كانت من محمد فتحي في اتجاه أحمد في اتجاه علي مادي أجب عشية لألي سالح فريق الخمس فرصة لألي عمر عربي سدد ولكن يتحصل على ركنية يستعد لتنفيذ ركنية لسالح الخمس يتم التنفيذ كرة أرضية تاخل متى اختجازها راسية قريبة جدا يستعد لحال الاتحاد عمر بالحاج يلعب كرة داخل راسية راسية تعود ناجد را مخلوف مدى مخلوف يعود للكرة لية محمد بن ستة ترجع من جديد محمد خليل ناجد را كرة داخل متى اختجازها فرصة راسية فرصة فرصة لسالح الاتحاد هذه هي راسية الورفة اللي كادت أن أن تخالت مرمى الحارس أحمد عيات إذن متابعنا الكرام صافرة الحكم نصيب الهواري تعلن عن تها أحداث المباراة بالتعادل بدون أهداف ترجمة نانسي قنقر